عظمة الحداشر دول إنهم ممشيوش زي أباهم أو زي أجدتهم دول عملوا العكس بقى يعني دول مرضيوش يعدوا نحر الأردن عشان كسالة في الروح مش عايزين مغامرات ومقتنعين باللي شافوه بعينيهم وزي ما يقول لك لتعرفوا أحسن ما تعرفوش مش عايزوا يعيشوا بالإيمان هنعدي نار الأردن هنلاقي إيه ها فين الأرض لنأخدها لا 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 ما أنا شايف أرض كويسة في أخبار الأيام الأول بقى دول عملوا إيه الكتاب يقول بكل وضوح أصحى حتناش إنهم من نسل جاد يعني أجددنا عملوا حاجة إحنا بنعمل عكسها تماماً وهذه هي الرسالة الثانية لا تسير في أمر سيء ليس فيه مشيئة الرب صار فيه آباءك أو أجدادك أو العائلة التي تنتسب إليها هما طلعوا وعملوا العكس تماماً دولا كسرانين وعايزين الحتة دي مش عايزين يغمروا مش عايزين يعدوا ويحربوا وعشان ما إحنا في حتة كويسة دولا بقى عملوا إيه يقول لك هؤلاء هم الذين عبروا نهر الأردن الرسالة الأولى هي الإختيار الرسالة الثانية لا تستمر فيه اتجاهات أو أمور أو أعمال أو أفكار في آباءك وأجدادك أو في العائلة لا تتفق مع كلمة الرب هما قرروا أنهم يبقوا مختلفين عن أجدادهم أنتوا ما عدتوش إحنا بقى هنعدي ويركز الكتاب هنا على العبور هؤلاء هم الذين عبروا الأردن الرسالة الثالثة الحداشر دول انتصروا على نهر الأردن عشان يروحوا لداود لديم يعد النهر ويقول الكتاب أن نعرف التوقيت ده غير مناسب للعبور غير مناسب يقول له كده وهو ممتلئ فائد فيه فيضان لما تأجلوا شوية لا إحنا عارسين جوانا أن داود عايزنا أن داود محتاج ننسب معاه طبما تأجلوا لحد ما الفيضان وقته ينتعي والنهر يرجع ينزل هتقدروا تعوموا ببساطة بسهولة انتصروا على العائق فلم يؤجلوا حسن الرب الروح عايزهم في التوقيت ده مع داود خلاص هنتحدى المياه الهائجة دا خطر جدا ممكن أنتوا الحداشر تغرقوا لن نغرق ايه دا ليه متأكدين عشان الرب في قلبنا هو اللي قالنا هو اللي ملانا أن احنا ما نباش زي أباءنا وأجدادنا نعادي النهر ونغامر مع الرب أكيد الرب عايزك تغامر معاه مش كل حاجة بالحسابات المنطقية ولما تقبل أنك تمشي مع الرب في مغامرة بكل تأكيد بكل تأكيد يقول لك اللي مشيه في العمق بتاع المياه رأوا عجائب الرب لو قاعدوا على الشاطئ مش هشوفوا حاجة سيب نفسك للرب هذه مغامرة لذيذة جدا لماذا؟ لأنك هتشوف هتشوف اللي ما تشوفهوش أبدا وانت قاعد كده مستقر أخبار الأيام الثانية عشر ما أجلوش يبقى انتصروا على العيق وبعدين وهم بيعدوا بقى فيه ناس ضدهم لأنهم بيعدوا ليه معروفين دولا يسيبوا القوة بتاعة شاول الملك وريحين داللي ضد شاول داود اللي مستخب في المغارة فهم هم بيعدوا في الشاطئ ده فيه أعداء ولما يعد المياه فيه أعداء لكن انتصروا على العيق ما خافوش وعشان كده يقولك الكتاب وجوههم كوجوه الأسود الأسد لا يخاف انت بالرب أسد من غير الرب انت ضعيف لكن بالرب النعمة تخليك أسد إبليس يخاف منك الصحراء يخافوا منك لأن الرب بيديهم انهم يشوفوك ليك وجوه الأسد المرعب بدون الرب انت الخواف وانت الخايف زي الصبتين دول ونص اللي بينهم صبت جات اللي ماردوش يعدنا على الأرض معنا الرب هو اللي هيقسم الأرض وعديكم أرض تناسب كل ظروفكم لا 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 مش عايزين نغامر الرب بس يوفق لنا ان احنا نسكن هنا نبقى أحسن ناس قول للرب حركني واستخدمني كما تشاء زي بطرس كده الشجاع الرب يعطاله شجاعي يقول للرب مرني أن أتي إليك سائراً على المية أنا عايزة أمشي على المية معاك المنطق يقول أن أنا أغرق الإيمان يقول أن أنا معاك ماشي على المية محمي لو قعدت في القارب القارب ممكن يغرق واغرق بيه الأمان أن أنا أبا ماشي معاك وفعلاً لما غيرت مع الرب لي إيد الرب بتنتشله في أمان لما تمشي مع الرب إبليس يقعد يخوفك من كذا وكذا 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 قولي إبليس أنت كذاب وأبو الكذاب لأن الرب فيه كل الكفاية لحماية الكاملة انتصروا على هذا العائق ما انتظروش لما المية الفيضان ينتهي والمية تنخفض لم ينتظرو هؤلاء هم الذين عبروا نهر الأردن في الشهر الأول وهو ممتلئ إلى جميع شطوطه وهزموا اللي كانوا في الشر واللي كانوا في الغرب ضدهم يبقى عندنا أول رسالة الاختيار كان رسالة لا تسير في أي أمور سيئة كان يسير فيها آبائك أو أجدادك ورسالة الثالثة انتصر على العائق لأن الرب معك ترجمة نانسي قنقر